تخندقات جديدة يتخذها الإطار التنسيقي للخروج بتحالف جامع للألوان السياسية يسيما بعد أن أصبح بعض المحافظين منافسا يضاهي القوى التقليدية المناخ السياسي العام والتحالفات المنبثقة حديثا نتابعها مع أحمد ليث مع توجه الأحزاب السياسية إلى عقد تحالفات في المحافظات لتشكيل حكومتها المحلية الإطار التنسيقي قد انفرد بخطة جديدة ويحاول من خلالها أن يصنع تجمعا سياسيا كبيرا شاملا وفي جميع المحافظات بشكل مغاير تماما عن تحالف إدارة الدولة في طبيعة عمله والتزاماتها قد تختلف خارط التحالفات بين الإطار التنسيقي وبين القوى الأخرى المشتركة في تحالف إدارة الدولة الآن ربما اختلفت الصورة رغم هناك ربما عددية كبيرة لتحالف تقدم ولكن هناك أيضا حلفاء لإطار التنسيقي من قبل عزم وبقية القوى السنية وحتى بالنسبة للأخوة الكورت في ديالة مثلا أو في الموصل الألوان السياسية الجديدة التي ظهرت في ثلاث محافظات وهي أحزاب المحافظين قد صنعت حاجزا يضاهي قوة وتأثير الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومات المحلية ومحتمل أن تكون الاتفاقات فيها صعبة وتأخذ وقتا قياسا ببقية المحافظات يقول مراقبون العلاقة السياسية للإطار التنسيقي ببقية الأحزاب عند الاتفاق على تشكيل الحكومات المحلية ربما ستكون مختلفة بين محافظة وأخرى أي حسب الأوزان تقسم الاستحقاقات أحمد ليث بغداد قناة الربيعة